السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متتبعات الفضليات في فيديو جديد وصفة جديدة يوم شاء الله جيت نطلع عليكم بحلوة أخرى من حلويات العيد 2021 الحلوة الرخامية بشكلها جديد لهاد العام شكل عصري وراقي بحشوة الججلانية والعسل والكوكا وزيد لها فلبناء ما شاء الله شوفوا حقبتي شكل تحكفة جديد ونطوش عليكم نمر مباشرة طريقة تحضير عندي المول هذا تع سيليكون نصف دائرة عندي أيضا عجينة الصابلي ما حبيتش نعودها معكم باش منطحوش في التكرار برنهاء في الفيديو الماضي في قلوب الشكورة رح نخليكم رابطة وفي صندوق الوصف نحكم كمية من جينة الصابلي ونحطها في نصف المول من بعد نعمل حفرة كما نعمل لفون توتاقت من بعد الزائد رح نحيه بالموس بالطريقة هذه طريقة سهلة وواضحة جدا وكامل نعرف ونديروها رحضو نحط كرة بتاع العجين ومن بعد بالأصبع نحاول نفرغ ولا ندير يعني حفرة في الوسط والزائد رح نحيه طبعا بالموس باش تشي خدمة نضيفة ومتقونة بنفس الطريقة نكمل كامل المولان تاعي وليتبقى لي العجين رح نطرحو طريقة هذه ورح نجيب قطاها ولا اي مول يكون مناسب يعني لنعملوه غيطاء للحلوات بالشكل هذا رح نطبع به على عدد الحبات تاعي تعلقاته بطريقة هذه نحطهم بالشكل هذا في سيئة الفرن وندخلهم للفرن على 180 درجة حتى يطيبوا وعسوا عليهم لأنهم يتحملوا ليهنية في هذا الوقت رح نحضروا مع بضانا الحشو عندي هنا يا كيلة من العسل ونصف كيلة من حلوات الترك هذا الحشو يجي رائع يجي معلك وبنين بزاف في طعمة العسل المعرجة جلانية ولكوكا وحلوة الترك ديروا يعني يدوق مع بضاهم هاي البزاف الحشو هدا كنت شفتو في اليوتيوب عجبني وكنت اكيدة انه رح يجي بنين وجاء في القمة خصوصا مع دوق الشوكولاتة على السابلي وشوكولاتة ما نحكي لكم مش يجي خايا للدوق تعوها دلكاتو جربوه ما راح ينش ندمو نضربوهم بالباتل حتى تخفف معانا الكريمة تعنا بالشكل هدا نحضو كيفاش ولت متجانسة مع بعضها في هاد الوقت رح نحط لها حوالي تزم غارف تع الكوكا ويكون مرحي شوية خشين وايضا واحد المغرف كبيرة تعججلانية هنا الكمية تعي صغيرة لانو انا ندير كمية صغيرة تع الكاتو باش نوري لكم فقط الوصفة لكن انتو ما يعني حاولوا ديرو كمية اكبر اذا درتي وهي يعني للعيد نحاول نخلط كل شي مع بعضها بالطريقة هذه رح تكون عندي حشوة امعلكة ورائعة نخليها ابجيه شوفوا القاوة متاحا من بعد ما تريح تجي هاي لا نجي هنا يا بعد ما طاب الكاتو تعيو خليته برد تماما نحشي الحبات انت عيتي علقاتو بدك الحشو بطريقة هذه فقط ردو بالكم على الصعب لي لانو هشوش بزاف يعني يعني انا يتكسروا لي حوالي زوج حبات فانتو ما اخدمو وتولهو بشوية متحاولوش تتخطو عليها بزاف باش متكسرش معاكم حطوه بشوية نسويه السطح نخديو شوية الحشوة تعنا خارج على الحبات داش من بعد تلسقتنا فيها الغيطاء تع السابلي نغطيو بيه الحلوة تعنا من فوق راحدو الطريقة بعد ما نكملها كي ما اخدتكم من جيب الهادك الغيطاء ولا الصابلي الدائري دي كنا دعناه في البداية باش نغطيو بيه الحلوة تعنا نغطيوه متخافوش راح يلسق في هدك الحشو الطريقة هادي نغطيو بيه الحلوة تعي من بعد راح تزيد تحكمها الشوكولات متخافوش فقط كي ما قلت لكم لما تحطوا الحشو خليوها خارج شوية بشي لسق في هدك الصابلي من فوق ونقله بالحبة تعي بطريقة هادي ودهو الشكل تحها دي جا رهي تشهي قبل ما نديرو لها يعني التزيين لاحظو نكمل كامل الطريقة بنفس يعني العملية من بعد نجي والشوكولات هنا يا عندي المول تعي نفسه اللي درت فيه هلكاتو نمسحه مليح وهد الخطوة يعني اخواتي ضرورية تمسح المول تعكم بحاجة تكون مضيفة وناشفة باش يعني تجي شوكولات تعالى لامعة وتجيش فيها الشوائب بتاع الكاتو عندي شوكولات بيطاء وندوبتها بدون اضافات نجيب البنسو تعي ونعمل هكا ضربات عشوائية في المول من داخل هايليك شوفو كيفاش يعني بعشوائية ما ما تكونش فيها يعني تخطيطات ولا حاجة سهلة جدا وتعطيكم نتيجة في الاخير ما صدقوني هيلة بزيف بالتعليقة هذي رح ندخلها للتلاجة هنا يا عندي شوكولات بالحليب دوبتها بدون اضافة بعد ما جبتلي شوكولات بيطاء رح نحطها هتكون هلية شوية دافية هنحط حوالي مغرفة صغيرة ونحاول نطلع شوكولات تعي بطريقة هذي في كامل المون ونجيب الحبات على الكاتو ونحطها فيها طريقة يعني سهلة بدون ما تقيلوا ديروا في الطبقات تعالى الشوكولات ودخلوا للتلاجة ولا هذي طريقات سهلة عليكم في العمل ولا في الوقت تربحوا الوقت فيها لكن اهم حاجة تبقى وتتضغطوا بشوية بدون ما تتضغطوا بالفور يعني باش ما تكسروش الحبات على الكاتو بتاعكم حتى تخرج لكم الشوكولات من كامل الاطراف بالطريقة اللي تشوفوني نخدم بيها هكا باش نسأكدوا باللي الحلوة تعالى كامل تغلفت بالشوكولات معنا نفس الطريقة راح نعود معاكم موحدة اخرى خصوصا لنه بتديئات يعني اللي يحبوا يشوفوا الطريقة شحال من مرة باش يفهموا هنايا شوفوا نحط الشوكولات ومن بعد نطلحها في الحواف تعالى مولتاعي باش نتأكد باللي الحلوة تعالى كنحطها يعني تكسها الشوكولات من كل جانب ومن بعد نحط فيها الحلوة تعالى ونضغط هكا آآ على الاطراف كامل نحاول نمشي الحلوة تعالى هكا بيد دي بشوية برك شوفوا الطريقة باش نتأكد باللي يعني تغلفتلي الحبات على الحلوة تعالى كامل بالشوكولات ننص الطريقة نعمل كامل حباتا حتى نفط اللاجحة يجمدوا لي مليحوا نبدأ ان نحي فيهم طريقة لنحيوها بهم سهلة ويعني نعرفوها كامل لكن حبيت نوريكم الطريقة وهوليك الشكل اللي نتحصلوا عليه الشكل ولا اروع ديجاها كلارا هم يهبلوا بدون يعني تزيين شوفوا اللمعان تعالى الحلوة تعالى كيفاش يعني لا شكرا لما نحطوها يعني نغلفوا بها الكاتو في مول سيليكون تعطيكم واحد اللمعة شوفوا شوفوا كأنها رخام الصحيح تلمى حتى التقطعية يتبين في الضوء من بعد اللمسة الاخيرة عندي هنا ملمع غذائي الدهابي نحط في ايناء شوية ومن بعد نحلوه بشوية على الماء عمليتني سهلة جدا كانت واحد الأخت علقة علية في الفيديو الماضي وقد لعلم موريتي الناشط طريقة أقول لك حبيبتي هاي طريقة سهلة جدا حطي الملمع فقط الذهبي بقطرة تعمى وتحركي حتى يولي عندك الهنا ملمع ذهبي ليكيد تحكم الفرشات انتاعك وعني ترشي على الحلوة طريقة سهلة جدا عنديك ما حبيتش نوري هاكم من بعد نحكم البنسو ونمشي علي كامل هادوك البوقع البيضاء في القاتو باش نديلها الشكل الرخامية ذاك الباهي اللي مخلط بين الشوكولة او اللون البني مع الابيض اللي ولا بشكل او باللون القري وايضا اللون الذهبي ليعطيه لمزة هيلة بزيف وشوفو الشكل تاعو كيفاش جاي هبل نفس الطريقة هاو عملت معاكم واحدة خلف باش يعني بينكم طريقة احسن باش ما نتعرضش يعني تعريقات نوريكم كامل المراحل مليوم لانو كنت انا يا صغير باللي هادو الضل هادو تزيين كل شي طريقة اختيارية وكل واحد كيفاش زيين يعني نعطيكم فقط انا الفكرة لكن مليوم ان شاء الله راح نعود نوريكم كامل المراحل باذن الله شوفو لاحظو كيفاش نمشي يعني بالبنسو على الحواف تاع هدوك البقع البيضاء للاحظو كيفاش اللون لون تحم مائل من رمادي يعني جاي وما شاء الله وهدا اكيد تغيير الحلوة الرخامية لهاد العام عام 2021 ديروها في مول سيليكون اعطيوها لمزة ذهبية باش يعني تجي راقية وتجي حلوة جديدة لملا هاوليك الشكل تحم كيفاش يجي وشوفو يجي ولا اروع يعني يدينونكم صحة سينية على العيد ان شاء الله نفس طريقة نضاف لهم الحواف تحم كامل من شوكولات زائدة نحطوهم في اللي كيسات ونقدموهم لاحظو حبيباتي هذا هي الحلوة تعناتها اليوم شوفو استمتعوا بالمنظر الهايل بزاف شوفو حبيباتي من بعيد كيفاش تعطيكم هديك الشوكولات البيضاء اللمحة تعالقري هدك تعال رخام ولا اروع هني زيت لها الورقة الذهبية لكن صار حامل بعد ما عجبتنيش عاودت نحيتها وتمال اختيار لكم اذا حبيتي وضيفوا الورقة الذهبية ولا تستغنوا عليها هنيا انا نوري لكم فيه شوفو ما شاء الله اذا اجبكم الفيديو تعالى اليوم حبيباتي ما تنسوش الضغط على الاعجاب بتخليونا رأيكم في التعليقات كتروا الاعجابات وكتروا التعليقات حبيباتي بارتاجي الفيديو مع اصدقائكم في الفيسبوك في مواقع التواصل الاجتماعي باش يطلع في محرك البحث حبيباتي هذا هو من بعد ما قسمته اشتكلتوا كيفاش يجي من داخل شوفوا الحشو كيفاش يجي هايل انا انقلكم في وصفة قادمة ان شاء الله تهلا وفي روحكم وسهلا